بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي بكل مكان أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من السوديو التحليل لمباراة الأهلي والوداد المغربي في زهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بالتأكيد مباراة النهاردة طبعا مهمة وصعبة جدا على الفرقتين لأنها مباراة بين كبيرين في القرى الأفريقية الأهلي صاحب الرقم القياسي في البطولة واللي توج بيها 8 مرات والوداد بطل المغرب زي ما احنا عارفين توج بيها مرتين الأهلي زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين من خلال قناتكم قناة النادي الأهلي أن الفريق سافر بدلي المغرب استعدادا لمباراة النهاردة إن شاء الله كابتن محمود الخطيب بنفسه هو رئيس النادي طبعا يترقص البعثة وبيحفز ويدعم اللاعبين والجهاز الفني باستمرار بالرغم من الضغوط الكبيرة جدا اللي عليه وخاض الفريق طبعا تدريبات قوية خلال أيام المواضية في المغرب استعدادا لهذه المباراة بالإضافة إلى المحاضرات بالفيديو من مستر موسماني المدير الفني للفريق عمل محاضرات كثيرة جدا بالفيديو لشرح نقاط القوة والضعف في صفوف فريق الوداد بالرغم من المرحلة القسيرة جدا اللي مسك فيها مستر موسماني وأيضا مستر موسماني شرح دور كل العيد في المباراة وكيفية إقاف عناصر الخطورة في فريق الوداد وكيفية استغلال نقاط الضعف اللي هو شايفها مستر موسماني اللي تحقق مصلحة الأهل في المباراة ديات لتحقيق نتيجة إيجابية وبصراحة معظم اللي كانوا في البحثة كانوا ملتزمين جدا في المغرب بكافة الإجراءات الاحترازية خصوصا أننا عارفين أن المغرب في الفترة دي في كورونا وإنشار فيروس كورونا جامد جدا في المغرب والبعثة كلها بالتأكيد كانت مصممة على حيطة الإجراءات الاحترازية أكيد كل فرض في النادي وفي البعثة قدم ما عليه يبقى حاجة واحدة بس التوفيق والتوفيق من عند الله